أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين تقدم معنا في الآيات السابقة قوله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذه الآية دلالة قاطعة على ما يجب أن يلتزم به كل إنسان مسلم في حياته وما يعتقده أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الذي ليس له ولد ولا ند وقد شهد لنفسه بذلك وشهدت له به الملائكة وشهد له بذلك أولو العلم فهو سبحانه وتعالى المستحق لذلك ثم تأتي هذه الآية التي هي الآية الأولى في درسنا في هذا اليوم وهي قوله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد وهو الإله المستحق للعبادة فما هو الدين الذي يجب أن نلتزم به والذي يرضى به عنا الدين هو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وهذه آية صريحة قاطعة لكل الشكوك وكل الأوهام أن هناك من ينجو من غير المسلمين لا نجاة ولا فلاحة ولا دخول للجنة إلا باتباع الإسلام الدين الواحد الدين الحق دين الله الذي ابتعث به أنبياءه ورسله وكان خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام ليس هناك دين يقبله الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كما جاء في آية أخرى فالدين الحق هو دين الإسلام والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى بالطاعة والخلوص من الشرك الأتقاد بأنه ليس في الكون إلا هو الله تبارك وتعالى وأنه لا معبود بحق سواه هذا هو الأمر الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وهذا الأمر هو الذي أنزل الله به كتبه أما الشرائع التي كانت تنزل على الأقوام المختلفين فهي كانت بحسب أحوالهم الشرائع لتنظيم أمور حياتهم أما الدين الذي يجب اعتقاده والذي هو المعتصم والذي لا نجات إلا به هو اعتقاد أن الله هو الله الواحد الأحد أنه الخالق أنه الرازق أنه المدبر أنه القادر أنه لا يستحق العبادة إلا هو إن الدين عند الله الإسلام وهذا كما قلنا ما ابتعث الله به أنبياءه ورسله ونجد في القرآن الكريم دلالات واضحة أكيد قاطعة على هذا الأمر كل أنبياء الله ورسله دعوا أقوامهم إلى الإسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام كان خاتمهم فهو على طريقهم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم الذين أوتوا الكتاب أمم عديدة كل أمة أنزل الله لها كتابا ولكن الذي يظهر عندنا هنا كثيرا والذي تدل عليه الآيات أنهم اليهود والنصارى ما سبب اختلافهم ما زينته له نفوسهم وما سولت لهم به الشياطين بعد أن عرفوا الحق بعد أن بين الله سبحانه وتعالى لهم الحق على لسان أنبيائه اختلفوا بالمجادلة والمحاجة وقدموا حضوظ نفوسهم وقدموا شهواتهم وأهوائهم على دين الله الحق وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم وهذه حجة عليهم لو كان هذا الاختلاف والتنازع قبل أن ينزل عليهم الكتاب وقبل أن يأتيهم الرسول ربما كان لهم بعض العذر لكن بعد أن جاءهم الرسول وبين لهم ما يجب عليهم وبين لهم الحق من الباطل لا يقبل منهم هذا الاختلاف ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم حسدا وظلما وعدوانا بسبب هذا الحسد والبغي والظلم حرفوا شريعة الله ونكسوا عنها ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب في كتبهم ما يدلهم على هذا الأمر دلالة قاطع على أن الله هو المعبود بحق ولكنهم حرفوا ذلك وسيلقون حسابهم في يوم الحساب سيجازيهم الله تعالى على كل هذا الافتراء وعلى كل هذا التكذيب فإن حاجوك إذا جادلوك يا محمد إذا جادلوك في دينهم وفي صحة معتقداتهم فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا أنا ديني الإسلام أسلمت وجهي لله إن قدت وأطعت والتزمت بشريعته أنا ومن اتبعني وهذا فيه دلالة على عموم رسالة محمد عليه الصلاة والسلام أن هذا الإسلام وأن هذا الاتباع هو سبيل النجاح لمحمد ومن معه ومن يأتي بعده ليس هناك سبيل للنجاح إلا باتباع هذا الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى والأميون هم العرب هؤلاء الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فقل لهم أأسلمتم يعني بعد أن تبينت لكم كل هذه الدلائل هل قبلتم بالإسلام ورضيتم بالدخول فيه هذا الدخول هو طريق النجاح وهو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فإن أسلموا إن قبلوا بذلك ودخلوا فيه طواعية وقبلوا به بدون تردد فقد اهتدوا هذا هو طريق الهداية وإن تولوا بعد أن بيّنت لهم لم يقبلوا أعرضوا كما هو حال كثير من المعرضين والكافرين والمناكفين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفيما بعده لا تحزن فإنما عليك البلاغ هذه هي المهمة التي بعث لها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي الأمر الذي بعث له الأنبياء جميعا البلاغ إن عليك إلا البلاغ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ عليك البلاغ وليس عليك الهداية الهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والله مصير بالعباد هو أعلم بشؤون خلقه ثم قال تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم هذه في اليهود والنصارى وخاصة اليهود قتلت الأنبياء هؤلاء عذابهم شديد عند الله تبارك وتعالى لكفرهم وعنادهم واعتدائهم بقتل الأنبياء وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس روى الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشد الناس عذابا يوم القيامة قال من قتل نبيا أو من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر هذا أشد الناس عذابا يوم القيامة ثم قرأ هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم وعيد شديد من الله تبارك وتعالى على هذه الأفعال الشائنة على هذه الجرائم الفضيعة ما اكتفوا بالتكذيب بل تجاوزوا ذلك إلى قتل الأنبياء وقتل من يأمر بالقسط ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنهم في يوم واحد في غدات واحدة قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا في وقت واحد ثم قام بعض قومهم وعددهم مئة وسبعون يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر هذا الذي فعلوه فقاموا فقتلوهم يعني قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا وقتلوا المئة والسبعين الذين أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر ولذلك توعدهم الله سبحانه وتعالى بهذا العذاب الشديد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم انتهت النبوة وختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام ولكن بقي الذين يأمرون بالقسط من الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالاعتداء عليهم وظلمهم وقتلهم والإساءة إليهم هذا كله مما يدخل في وعيد الله تبارك وتعالى في هذه الآية ثم قال تبارك وتعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين حبطت أعمالهم في الدنيا لأنهم لم يستفيدوا من هذا الهدي الذي جاءهم به الأنبياء ولذلك نزع الله سبحانه وتعالى عنهم البركة ووقعوا في المظالم ووقعوا في السيئات ثم في الآخرة سينتظرهم عقاب الله تبارك وتعالى وعذابه الأليم هؤلاء أيضا من فواقرهم وفضائعهم أنهم مع ظلمهم وعدوانهم وإساءتهم التي عرفت في العصور السابقة والتي نرى كثيرا منها في عصرنا هذا فيما يجري الآن في فلسطين هؤلاء زادوا على ذلك أيضا أنهم مع فعلهم مع هذه الأفعال الشائنة أيضا تقولوا على الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه الكتب أنزل عليهم التوراة والإنجيل وبين لهم حرفوها وهم يعلمون ما فيها من الحق ويعلمون ما فيها من الدلالة على وحدانية الله ويعلمون ما فيها من الإشارات الدالة على بئثة محمد عليه الصلاة والسلام ووجوب اتباعه لكن عندما يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم إلى وحي الله إلى شريعة الله ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون وهذا من الإنصاف ومن العدل الذي ظهر وتأكد وتحقق في هذه الشريعة والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل أن الله سبحانه وتعالى لم يتهمهم جميعا وإنما استثنى منهم ذكر فريقا منهم هؤلاء الذين عرضوا وكذبوا وهذا يدل على أن منهم من قبل الحق ومنهم من اهتدى فالذي يقبل الحق ويهتدي هذا من المسلمين ويرجى له الخير في يوم القيامة ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون معرضون عن سماء الحق معرضون عن قبوله لماذا؟ ذلك السبب أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات كما يزعمون أنهم شعب الله المختار يفعلون ما يشاءون ولو عذبوا في القيامة بزعمهم فلن يعذبوا إلا أياما قليلة ثم يدخلون الجنة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون هذه الافتراءات هذه الأقويل الباطلة التي لا دليل عليها هذه هي التي غرتهم كذبوا هذه الكذبات ورددوها حتى ظنوا أنها صدقا من كثرة كذبهم ظنوا أن هذا الكذب حقيقة فظنوا أنهم سينجون عند الله تبارك وتعالى في يوم القيامة ولو عذبهم فلن يعذبهم إلا أياما معدودة سبحان الله كأنما هم يعني ملائكة أو كأنما هم نوع من البشر خلقهم الله واصطفاهم لا تمسهم النار ولا تصدر عنهم القبائح والسيئات في الحال الذي هم غارقون في كل القبائح وفي كل السيئات والعياذ بالله ثم الله سبحانه وتعالى يقول فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ماذا يصنعون ماذا يفيدهم هذا الكذب وهذا الافتراء وهذا التقول على الله سبحانه وتعالى ماذا يفيدهم أن نكوص عن دين الله جاءتهم البينات أرسل الله إليهم الرسل فكذبوهم وقتلوهم وظلموا واعتدوا على من يقوم بالقسط من يدعو إلى الخير من يأمر بالمعروف من ينهى عن المنكر كل هذا فعلوه وهم يرجون أن تكون لهم النجاح عند الله تبارك وتعالى هذا لا يمكن ولا يقبل فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه يوم القيامة يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد المحشر ويحاسب كلا بعمله هذه الأقاويل الباطلة وهذه الأضاليل لا تنفعهم ولا تدفع عنهم شيئا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون في هذا اليوم لا ظلم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب توفى كل نفس ما كسبت إن خيرا فخير وإن شرا فشر يجازى بالحسنات إحسانا وبالسيئات إن لم يغفرها الله سبحانه وتعالى يجازى بها في النار والعياذ بالله ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الآية العظيمة التي تسمى آية الملك لتأكيد صفاته وذاته وأنه سبحانه وتعالى الخالق الرازق الواحد الأحد الإله الفرد الصمد القادر على كل شيء والذي يحتاج له كل أحد كل أحد محتاج إلى الله وهو سبحانه وتعالى لا مستغن عن كل شيء قل اللهم يا محمد مخاطبة للنبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم مالك الملك الملك بيد الله سبحانه وتعالى وهو الملك هو الملك هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الملك فالملك بيده سبحانه وتعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء هذا الدليل على الهيمنة والدليل على السلطان والدليل على الملك الحقيقي المتمكن أنه يؤتي الملك من يشاء وينزعه من من يشاء لو نظرنا في أحوال الأمم عبر التاريخ وانتقال الولاية والملك من فريق إلى فريق من قبيل إلى قبيل نعلم أن هذا إنما هو بقدرة الله سبحانه وتعالى الملك له يؤتيه من يشاء وينزعه من من يشاء وهذه فيها عبرة أيها الإخوة تؤتي الملك من تشاء هذه عبرة ربانية وتنزع الملك من من تشاء هذا النزع الأخذ بقوة وبشدة وهذا ما حصل للظالمين في أحقاب كثيرة يكفي أن تأدبر في قصة فرعون فرعون آتاه الله الملك وبسط له من السلطان ومكنه في الأرض حتى قال وهذه الأنهار تجري ما علمت لكم من إله غيري لكن الله سبحانه وتعالى نزع منه هذا الملك كما تنزع الروح من الجسد بأمر يسير أغرقه ومن معه فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملين بأمر يسير وهذا تنبيه لمن أعطاه الله سبحانه وتعالى خيرا أو مكنه من شيء أن يحافظ على هذا الخير محافظ على هذا الخير لأن هذه نعمة ليست بكده ولا بجهده ولا بحسبه ولا بنسبه وإنما هي بتدبير الله وقدرته سبحانه وتعالى نعم الأسباب الأسباب يعني لا تلغى الأسباب معلومة لكن الأسباب لا تتحقق بها النتائج إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى فهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه من من يشاء وهذه الآية أخذ منها بعض العلماء أن فيها تفضيلا لمحمد عليه الصلاة والسلام ولهذه الأمة الأمية أمة العرب على من سبقها من الأمم على اليهود والنصارى الله سبحانه وتعالى آت اليهود والنصارى أنزل عليهم كتبا وأرسل إليهم رسلا وجعل فيهم ملوكا جعل فيهم ملوكا في بني إسرائيل لكن مع كل ما حصل منهم ومع التكذيب أمهلهم الله سبحانه وتعالى فلم يرتدعوا فنزع الله سبحانه وتعالى منهم هذه المكانة وأعطاها لهذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أعطاها الله لأمة محمد عليه الصلاة والسلام ولنبيها صلى الله عليه وآله وسلم نزع الله منهم هذه النعمة لأنهم كفروا بها وأعطاها لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأمته وخص هذه الأمة هم العرب الذين بعث الله فيهم هذا النبي من أنفسهم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى ولا رافع لما وضع ولا واضع لما رفع كل شيء بيده سبحانه وتعالى تعز من تشاء وتذل من تشاء وأحداث الدنيا وعبر التاريخ دليل على ذلك الأمم هذه والأحقاب المتداولة هذه كلها دليل على تحقيق معنى هذه الآية بيدك الخير الخير كله بيديك والشر ليس إليك كما جاء في الحديث إنك على كل شيء قدير هذا تقوية لإيمان المؤمنين ونزع لما في نفوسهم من سلطان الشياطين والوساوس والهواجس أن الإنسان يستطيع بنفسه أن يفعل ما يريد لا لن يستطيع أن يصل إلى شيء إلا إذا قدره الله سبحانه وتعالى له إنك على كل شيء قدير حتى يستسلم الإنسان لربه وحتى يلقي بمقاليده إليه وحتى يعلم أنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً إلا إذا قدره الله سبحانه وتعالى له وأعانه عليه تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب دوران الليل والنهار فيها عبرة أيها الإخوة فيها عبرة عظيمة لأن هذا الأمر يتكرر تباعاً على الناس ترى في مرحلة من المراحل الليل أطول من النهار ثم يبدأ يتناقص حتى يستوي الليل والنهار ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالطول حتى يكون النهار أطول من الليل وهذه مسألة تدور وتتكرر لا تختلف ويعلمها الناس ويعلمها من يشتغل بالحساب ومن له علم بالفلك يعلم أن هذا الأمر لا يختلف يراه الناس كلهم في وقت من الأوقات في فصل من الفصول يرون الليل أطول وفي فصل من الفصول يرون النهار أطول وهكذا وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه هذا نتيجة للتغير التغير هذا الذي اعتمده الله سبحانه وتعالى وقدره وجعله سنة كونية ثابتة في هذا الكون تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تدخل هذا في هذا لا يفعل ذلك ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي عبر كثيرا في عندنا في الأشياء المادية التي نعرفها أشياء حياة تخرج من موات البيض مثلا البيضة ميت تخرج منها بعد أن تفقس يخرج منها هذا الطائر الصغير يخرج من هذه البيضة تخرج منها حياة وتخرج الميت من الحي أيضا تخرج الميت من الحي هذا في الأمور التي نراها ونعلمها في الأمور المادية لكن حتى في الأمور المعنوية الحياة المعنوية والموت المعنوي الكفار المضادون المحادون لله سبحانه وتعالى في حكم الموات الذي لا يستفاد منه لكن قد يخرج الله سبحانه وتعالى من هذا الموات من هم من الصالحين من تعمر بهم الحياة من ينتشر بهم الدين من يستفيد منهم الناس وهذا وارد هذا وارد أبو جهل فرعون هذه الأمة هذا الظالم الطاغي الباغي الذي ما ترك وسيلة للإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولفتنة المسلمين عن دينهم وقد كان هو السبب الرئيس المحرك لغزوة بدر يريد أن يستأصل شأفة الرسول ومن معه قتله الله قتل في بدر لكن خرج من صلبه أصحاب أطهار مجاهدون في سبيل الله تباركه رجالا ونساء يخرج الحياة من الميت هؤلاء هم الحياة الحقيقية الأبناء هؤلاء خرجوا من هذا الميت والأياذ بالله وتخرج الميت من الحي كذلك تجد من الدعاء من العلماء من الأنبياء من يخرج منه من ذريته من نسله من هو من الكفار والأياذ بالله نوح عليه السلام وهذا أعظم الأمثلة نوح عليه السلام من أولي العزم نوح عليه السلام وقد مكث في قومه يدعوهم إلى الله ثلاثمائة ألف سنة إلا خمسين عاما تسعمائة تسعمائة وخمسين عاما يدعوهم إلى الله فكذبوه كان من المكذبين الكفار ابنه هو مثل الحياة الحقيقية نوح عليه السلام لكن الله أخرج من صلبه هذا الكافر هذا الكافر الميت الذي لا خير فيه ولذلك عندما قال نوح عليه السلام يتوسل إلى ربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح هذا ميت أخرجه الله من الحي كل هذا بتدبير الله كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى حتى يعلم الخلق حتى يعلم أولو الألباب وأولو النهى أن هذه الأمور لا تجري حسب أهوائهم ولا تجري هكذا اعتباطاً تجري بتقدير محكم من الله سبحانه وتعالى محمد عليه الصلاة والسلام أكرم خلق الله على الله محمد بن عبد الله سيد البشر الإنسان الكامل صلى الله وسلم ومبارك عليه سيد الأولين والآخرين حاول أن يدخل عمه الإسلام عمه أبو طالب وأبو طالب كان له أياد بيضاء على الإسلام والمسلمين وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام دافع عنه رباه أولاً ودافع عنه وحاطه ونصره وتشدد في نصرته إلى أبعد الحدود لما حضرته الوفاة وهو على دين الكفار على الشرك حضرته الوفاة النبي عليه الصلاة والسلام عنده يا عم يا عم قل كلمة قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فما استجاب لذلك ومات على الكفر كتب عليه الشقاء الله سبحانه وتعالى يسري عن نبيه ويخفف عنه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء اطمئن لا تجزع الهداية ليست بيد أحد إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى ولذلك فهؤلاء الذين يقومون بالتربية الآن والتنشئة الآباء والإخوان والأسر والمعلمون والذين ينصحون والخطباء والوعاظ وكل من يريد الخير للنش يبذلون جهودهم لكن هل يتحقق لهم كل ما يريدونه لا إن أراد الله سبحانه وتعالى ذلك تحقق الأمر وإن لم يريده فإنه لا يحصل ولهذا لا ينبغي أن يتقاعس الإنسان عن السعي في طلب الهداية لنفسه أو لغيره لكن يجب أن يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى إن حصل هذا فالحمد لله هذا ما أراده من يسعى وإن لم يحصل فليعلم أن الله لم يقدره وهو مأجور على عمله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه ما كتب الأجور على تحصيل النتائج لو كانت الأجور لا تحصل للعباد إلا بحصول النتائج هلك أكثر الخلق لكن الله سبحانه وتعالى كتب لهم الأجر على تعاطي الأسباب يكفيك أن تبذل يكفيك أنك بذلت ما في وسعك لا يكلف الله نفسا يعني ما لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لكن على الإنسان أن لا يتقاعس عليه أن يسعى وأن يبذل لا يقل الهداية بيد الله إن كاتب الله لهم الهداية فسيهتدون وإن كانوا غير ذلك فلا أتعب نفسي لا ستآخذ على ذلك الأب الذي يفرط في تربية أولاده يحاجونه في يوم القيامة ويآخذ بتقصيره في تربيتهم لكنه لا يآخذ بعدم هدايتهم إذا بذل هذا ما في يده هذا ما يستطيع فيجب أن يبذل الإنسان ما يستطيع في تحقيق ما أراده الله تبارك وتعالى وقد مر معنا في الآية الثانية قوله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فإن تولوا فإنما عليك البلاغ إنما عليك البلاغ هذا هو السبب الذي تؤجر به والذي تنجو به من المؤاخذة تؤدي ما عليك بتعاطي هذا السبب بالبلاغ إن عليك إلا البلاغ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ولهذا أيها الإخوة فإن ما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآيات فيه عبر عظيمة أولاً إن كون الإنسان في بيئة مؤمنة أو من أسرة مؤمنة لا ينجيه بل يزيد عليه من المسؤولية الإنسان الذي نشأ في بيئة مسلمة ويعرف الدين ليس جاهلاً وليس بعيداً عن الإسلام هذا عليه مسؤولية لا يقاس هذا بغيره ممن لم يسمع عن الإسلام أو من دخل الإسلام حديثاً أمر مختلف فالإنسان عليه أن يشكر نعمة الله وعليه أن يسأل الله دائماً الهداية كل شيء بيد الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الهداية بيدك والخير بيدك وإجابة السؤال بيدك وتحقيق المطالب بيدك ودفع المكاره بيدك أنت الذي تستطيع ذلك عندما يصل العبد إلى هذه المرحلة يخلص نفسه من الحظوظ الشيطانية ومن شهوات النفس ويلقي بنفسه يلقي بمقاليده إلى ربه سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى في هذه الحال لا يضيعه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يهدينا سواء السبيل وأن يعز دينه وينصر عباده في مشارق الأرض ومغاربها وأن يعي راية الحق والدين إنه على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر